أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأهلا وسهلا بكم وأسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب موعدنا مع التوكل على الله عز وجل المؤمن من صفاته أنه دائم التوكل على الله عز وجل ولذلك قال ربنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فهم يتوكلون على الله في كل شيء في كل زمان وفي كل مكان والمتوكل على الله عز وجل سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة ويرزقه الله عز وجل ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره فهو حسبه أي كافيه ومعطيه ورازقه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات أهل الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم وأن يرزقنا الجنة اللهم آمين فيما أخرجه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير فما معنى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يدخلون الجنة أن صفاتهم أو أن أفئدتهم مثل أفئدة الطير لما ننظر إلى الحديث الآخر نفهم أن المقصود بهم هم المتوكلون على الله عز وجل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن ورواه لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا هذا الحديث العظيم يفسر لنا الحديث الذي سبقه وهو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدخل الجنة أن أفئدتهم مثل أفئدة الطير فالنبي يقول المؤمن عليه أن يكون متوكلا على الله مثل الطير الطير بيخرج في الصباح وبطونه فارغة يغضو خماصا أي فارغ البطون ويعود أو يروح بطانا وبطونه قد ملئت بالأكل والطعام والشراب لأنه أحسن وصدق في توكله على الله عز وجل وهنا سؤال لماذا المؤمن يتوكل على الله أو الإنسان عموما اتقي لأن الإنسان إن توكل على إنسان مثله ربما إذا جاء في الصباح وسأل عنه قالوا له إنه قد مات أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية والبركة في العمر اللهم آمين ولذلك القرآن ذكر لنا آية عظيمة هنا في حسن التوكل إذا أردت أن تتوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت لماذا؟ لأن غير الله يفنى ويبيد والله عز وجل هو الباقي لك فمن هنا يجب على الإنسان أن يكون متوكلا على الله لا يتوكل حتى على أعماله يأخذ بالأسباب ولكن يتوكل على الله ولذلك أختم معكم بما قاله سيدي بن عطاء الله السكندرية رضي الله عنه قال من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل أسأل الله عز وجل أن يقين الزلل وأن يرزقنا حسن التوكل على الله عز وجل وحسن الإخلاص اللهم آمين وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته